أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يجمع بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة من علاقات متميزة لها بعادها الاستراتيجية في مختلف الأصعدة وأشار سموه إلى أن العلاقات الثنائية تستند إلى أسس قوية ممتدة في تاريخ البلدين جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظ الله سعادة السيدة تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة السابقة وعضو البرلمان البريطاني بحضور معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى الأمم المتحدة وأسعادت الدكتور محمد مبارك بن دينا المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة وذلك في إطار مشاركة سموه في المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب السادس والعشرين حيث تم استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر وفي هذا صدد أكد سموه حرص المملكة البحرين على تبني المبادرات التي تكفل تعزيز الأمن البيئي ومواجهة التغيرات المناخية والتي كان أخرها إعلان مملكة البحرين عن استهدافها الوصول للحياد الصفري في العام 2060 ترجمة نانسي قنقر